تتعايش في نيجيريا الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظاً بالسكان مئات اللغات ما أدى إلى ظهور لغة مشتركة على مر الزمن لغة البجين وهي مزيج بين الإنجليزية وبين لغة محلية من البحر الكاريبي والبرتغالية التي وصلت عبر البحارة وزبيا إفام هي إحدى الإذاعة الأكثر تتبعاً في البلاد جميع برامجها تبث بلغة البجين التي يعتبرها العديد من الناس القاسمة المشترك بين جميع المجتمعات المحلية وحتى المهاجرين للوصول إلى عامة الناس بسهولة عليك التحدث بلغة يفهمها الجميع نحادثهم بالإنجليزية ونتلاعب قليلاً أي بإنجليزية البجين حتى يتمكنوا من فهمنا اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في نيجيريا وهي لغة المستعمر البريطانية السابق ولكنها تعتبر نخبوية وتستخدم بشكل رئيسي في المدن الكبرى على غرار لغوس إلا أن لغة البجين وعلى الرغم من دورها العملي والفعال تعقد عمل مدرسي اللغة الإنجليزية عندما يتحدثون مع بعضهم البعض يفضلون استخدام إنجليزية البجين لأنها أسهل للفهم ما يجبرون على تصحيح تعابيرهم باستمرار إذ أن لغة البجين تحرف العديد من العبارات لدرجة أنها تؤثر أيضاً في كتابتهم للغة الإنجليزية وبالشكل عينه باتت هذه اللغة المبسطة تهدد أيضاً اللغات الرئيسية في البلاد كالإيبو والهوسا واليوروبا التي تعاني أيضاً من نقص المعلمين المؤهلين في هذه المدرسة يتعلم الأطفال الإيبو بمساعدة التكنولوجيا الجديدة هذا التطبيق يجعل ممارستها أكثر متعة ويشارك في الحفاظ على التنوع اللغوي في نيجيريا الأكاديميون والمؤرخون وحتى السلطات يتحدثون عن خطر انقراض هذه اللغات لذلك فهي مشكلة مهمة ونحن نساعد على إيجاد الحلول في بلد يصل عدد سكانه إلى ما يقرب من 170 مليون نسم يصعب تحديد اللغات المحلية المهددة فعلاً بالزوال بدقة فيما يبدو أن مستقبل اللغة البيجين زاهر فهي لغة رجال الأعمال وسائقي سيارات الأجرى على حد سواء وباتت بالفعل اللغة المشتركة غير الرسمية في البلاد